اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين من نتائج مرجوة في كافة مراحل التعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19 أساسها وضع مصلحة الوطن والمواطن أولاً في كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات منوهاً بأهمية استمرارية العمل والبناء على ما تحقق من نتائج عكست مختلف المساعي المخلصة التي يبدلها كافة أعضاء فريق البحرين وعملهم الدؤوب والمتواصل للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وشار اسموه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المواصلة بعزم لرفض الجهود الوطنية لحفظ صحة وسلامة الجميع مؤكداً أن مملكة البحرين بتكاتف أبنائها المخلصين ستتمكن من تحقيق النجاح عبر مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تقريراً حول مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فقد تقرر بدءاً من السادس من أغسطس 2020 السماح بإعادة فتح الصالات الرياضية والملاعب الخارجية وبرك السباحة وسيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات الصحية الواجب اتباعها في هذه المنشآت إلى جانب مراجعة أي اشتراطات أخرى ذات صلة بها ترجمة نانسي قنقر